أعلن رئيس روسي بلاديمير بوتين أن صواريخ كروز من طرازة سيرقون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ستنضم للأسطول البحري الروسي في غدون أشهر قليلة كما ذكر الرئيس الروسي أنه وقع على إقرار لعقيدة بحرية جديدة للأسطول الروسي جاء ذلك في كلمة لبوتين في سان بيترسبورغ بمناسبة الاحتفال بيوم الأسطول الحربي الروسي حيث شهد العرض البحري الرئيسي بمشاركة 47 سفينة و42 طائرة وعدد من الغواصات الأسطول الروسي مستعد لأولئك الذين يتحدون لأمننا ونحن ننفذ جميع الأهداف البحرية قرب حدودنا وفي مختلف المحيطات الدولية والأسطول الروسي مستعد لتحقيق وإنجاز مختلف المهام البحرية وحتى تحت الماء وجميل أماليات تتحصن ولا مثيلة للصواريخ تركون في العالم لا حواجز لهذه الصواريخ في العالم تسليم هذه الصواريخ سوف يبدأ قريبا اتهم مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم أوكرانيا بشني هجوم بطائرة مسيرة قبل الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية مما أدى إلى أصابة خمس أشخاص كانت شبه جزيرة القرم قد انضمت إلى روسيا من أوكرانيا في مارس 2014 عبر استفتاء أثار خلافا كبيرا مع الغرب إلى ذلك دعت روسيا خبراء من الأمم المتحدة وصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين في شرق دونستك وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهمات بشأن هجوم صاروخي أودى بحياة العشرات من الأسرى الأوكرانيين في بلدة واقعة على خط المواجهة بالشرق دونستك وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الأسرى قتلوا بسبب ضربة عسكرية أوكرانية بصاروخه مارس الأمريكي الصنع فيما نفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها وقالت أن المدفعية الروسية استهدفت السجن لإخفاء سوء معاملة المحتجزين هناك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت أحد عشر صاروخا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغار كوناشينكوف قال أن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيلا مسلحا موليا للجيش الأوكراني في منطقة خاركييف كما صرح بأنه تم استهداف الوائن عسكري أوكراني في دونستك مما أصفر عن مقتل نحو خمسين جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى استهداف أربعة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية تتاحب أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير لأن تغادر الموانئ الأوكرانية غدا الأثنين يأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ويهدف إلى تخفيف أزمة الغزاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب فيما تلقي موسكو باللوم على أوكرانيا في توقف الشحنات بسبب تلغيم مياه الموانئ قال الرئيس الأوكراني بلودمار زلناسكي إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضاف زلناسكي أن هدف بلاده الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غداء عالمية بسبب الحرب حيث لا تزال هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى خمسة ملايين ومائة واربعة وخمسين الف لاجئ وذلك منذ بضية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة نطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية ترجمة نانسي قنقر